أجل وراء الشغف ولا أرى صور العمل تعال كده نفكر مع بعض يعني من دردش أنا مثلا خريج فليكن كلية ما الكلية دي شغفي فيها إن أنا كون دكتور في الجامعة ده حلم أي طالب يدخل في سناغولة كلية دكتور في الجامعة بعد أول ترن يقول لك يا رب أنجح بس شغفي إن أنا كون كذا وكذا 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 طب مريت بمواقف أحبطت فيه أو سقطت في سنة من السنين أو فشلت في حاجة ما أنا بقيت محبط خلاص وعايش دور الضحية ومش حابب كل ده خلاص أنا فقط الشغف دنيا سودت دنيا مش ماشية لو الكونسيبت ده فضلت عليه فترة طويلة أنت يعني بالفقدك أنت هتحرق سنين من عمرك يعني هتوصل في مرحلة في يوم الأيام يقول يا ياريتني كنت استثمرت الوقت ده حتى لو كنت أخذت خطوات بسيطة كنت زماني دلوقتي في المكانة الحلانية طب هتحسك ده يمت بقى لما تلاقي حد من زميلك ووصل للمكانة دي أو أقل من نص المكانة دي وإنت محلك سر أنا مش هديك نصيحة بس أنا هقولك السوق يقول إيه شغفك على عيني وعلى رأسي عشان أنا ثلاث ساعة من حد لي ثلاث ساعة من هجمت سوق العمل عايزي دال الليل الأولوية بمعنى أنا والله أنا السيكولوجيست تمام؟ حلو شغفي أن أنا أوصل وعمل وسوي وحارب وعلى آخر بس السوق العمل لما تيجي تنزله موضوع مختلف تماما سوق العمل طالب إيه؟ أول حاجة عشان أنا مش في الكرير بتاعي محتاج فلوس كتير ومصاريف كتير طب أنا هصرف على هذا منين؟ لو أنا اشتغلت بتخصصي للأسف في البداية مش هاخد فلوس إلا بعد فترة طويلة والداخلي يا دوبك هيتجيب مصاريف شخصية طب وبعدين طب ما الشغب أسيب الكريم بتاعي أو أسيب بس شغب بتاعي أنا أحلم بيه؟ ولا أتعلم معهرات سوق العمل طالبها ومع الوقت أشوف الخطوة التانية هتبقى إيه؟ ده كونسبت مهم جدا حاولك دايما تشوف إيه اللي مطلوب في سوق العمل أول حاجة اللغة هي بالفعلة هي 30% اللغة وبعد اللغة 30% التانية هي الخبرات العملية بتاعتك وال30% الأخر دول سمتك الشخصية وتصرفاتك مع المواقف بمعنى أصح كده الإي آي بتاعك أو الإموشيون الإنتليجنس بتاعك هما دول اللي هيفروا معك فكر فيها هتفرم معك سلام